بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة السيدات والسادة الحضور الكرام يسعدني ونحن في غمرة احتفالات وطننا المجيد بمؤيويته الأولى ودخوله اليوم بكل قوة وفخر مؤويته الثانية سائرا بثقة واقتدار بالمضي بمشروع النهضة العربية الذي حملته الثورة العربية الكبرى التي كانت في جوهرها قومية سواء أكانت بمن شارك فيها من الناس والفئات من المناطق المختلفة أم كانت بفكرتها الأساسية بإقامة الدولة العربية خاصة في المشرق العربي التي سعى إليها الشريف الحسين الذي أطلق ثورة متسلحة بالشرعية الدينية ولم تكن إقصائية للأديان الأخرى لأن البعد العروبي في أصله يشمل كل الأديان ولم يقتصر على دين بعينه فحملت الثورة العربية الكبرى القيم الحداثية لأنها كانت مؤمنة بالديمقراطية والمشاركة الشعبية وتعترف بالنوع بأشكاله المختلفة وهذا ما حمله تصريح الأمير فيصل الأول عندما دخل سوريا بأن مشروع النهضة العربية ينشد بناء دولة تكون لجميع أبنائها بغض النظر عن أديانهم ومشروع النهضة التي حملته تلك الثورة المباركة أثبتت بالتجريب قدرته على التعامل مع جميع التحديات التي واجهت بناء الدولة الحديثة بالإضافة إلى امتلاكه رؤية وحدوية مارنة قابلة للتطبيق بعيداً عن القوالب الهشة أو الصلبة التي كانت تُعصر وتُكسر عند أضعف المحكات أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة السيدات والسادة الحضور الكرام إن الدولة الأردنية والشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية هم الوريثان الحقيقيان لمشروع النهضة العربية حيث نجد هذه المبادئ حاضرةً في مؤسسات الدولة الأردنية التي كانت كذلك خلال مسيرتها ولا تزال قادرةً على صهر الجميع في الهوية الوطنية الجامعة فمنذ تأسيس الإمارة شكل البحث عن كيفية مشاركة مكونات المجتمع الرئيسية في إدارة شؤون الدولة توجهاً دائماً لدى صناع القرار في الدولة الأردنية وقد تمت ترجمة هذا التوجه ما إن دخلت البلاد المرحلة الدستورية وبدأت تجهيز للانتخابات التشريعية بعد صدور القانون الأساسي للدولة الأردنية في 16 نيسان 1928 واستناداً إليه صدر أول قانون انتخاب في الأردن والذي نص على أن يكون عدد من أعضاء المجلس التشريعي 16 عضواً واعتمد تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس التقسيمات الإدارية مع الأخذ بعين الاعتبار تمثيل جميع المكونات المجتمعية إن التأكيد على إشراك جميع فئات المجتمع في إدارة شؤون الدولة والحرص على تمثيل كافة مكونات المجتمع قد ظهر منذ البدايات المبكرة لتأسيس الدولة بالرغم من غياب الأشكال المؤسسية والحديثة للعمل السياسي آنذاك إلا أن هذا التوجه تم ترجمته في المجالس التشريعية التي قامت منذ العام 1929 حتى عام 1946 كذلك في المجالس النيابية التي تعاقبت منذ المجلس النيابي الأول عام 1947 حتى يومنا هذا وهذا المبدأ الديمقراطي الذي تجلى واضحاً في مشروع النهضة العربية والدولة الأردنية قد سبق بسنوات عديدة سدور المواثيق والمعاهدات الدولية التي نصت على ضرورة تمثيل جميع مكونات المجتمع في إدارة الشأن العام مما يبين سمو هذه المبادئ النهضوية التي قامت عليها الدولة الأردنية التي ظهرت مبكرة وقد سبقت عصرها وحتى في الفترة التي شهدت غياب المجالس النيابية نجد أن الدولة قد بحثت بإصرار عن طرق مشاركة أفراد المجتمع في عملية صنع القرار خلال الحقبة التي تعطلت فيها المسيرة الديمقراطية لأسباب وتحديات عديدة أهمها أن أساليب العمل السياسي الديمقراطي التعددي لم تكن قد نضجت بعد لدى التيارات والأحزاب السياسية في تلك الفترة لقد كان النهج الديمقراطي القائم على مشاركة الجميع دون إقصاء هو نهج راسخ في مسيرة الدولة الأردنية فلم يشهد الأردن يوما تصفية لمعارضة ولا إلغاء ولا إقصاء لأي مكون سياسي مهما كانت أديولوجيته ما دام يعمل لغايات مشروعة وبوسائل سلمية لذا فالسعي مستمر للتطوير والتحديث في المجالات كافة هو الصفة الملازمة للدولة الأردنية منذ تأسيسها وهو ما يمثل الجوهر الحداثي للدولة التي تسعى باستمرار إلى البناء والتطوير وقد شهد الأردن إنجازات عظيمة في كافة القطاعات حتى أصبحت أنموذجا يحتذا به رغم قلة الإمكانيات وشح الموارد أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة السيدات والسادة الحضور الكرام لقد استطاع الأردنيون بجهدهم وعزمهم وبقيادتهم الهاشمية الحكيمة أن يعبروا كافة الأزمات التي مر بها بلدهم وأن يحموها ويحافظوا عليها ويبنوها ويطوروها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تقدم في المجالات كافة أما في مسيرة التطوير والإصلاح السياسي فلقد شهدت الدولة الأردنية منذ تأسيس الإمارة مراحل مختلفة في مسيرة الإصلاح السياسي الذي تم تجديره عبر محطات كثيرة ابتداء من المؤتمر الوطني الأول عام 1928 مرورا بدستور عام 1952 واستئناف الحياة البرلمانية في العام 1989 وإنجاز الميثاق الوطني وصولا إلى أهد الملك المعزز عبد الله الثاني بن الحسين المعظم الذي منذ أن تولى سلطاته الدستورية جعل من التركيز على التنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية جزءا ثابتا في توجهات السامية وكتب التكليف للحكومات بالإضافة إلى تأكيده حفظه الله على أهمية مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية وتوالت في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين المبادرات الملكية للإصلاح مثل هيئة الأردن أولا كلنا الأردن الأجندة الوطنية وتوجت كل هذه المبادرات الملكية بتشكيل لجنة الحوار الوطني التي كلفت في بداية ما يسمى بالربيع العربي بإجراء حوار وطني حول الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد حيث كان الأردن قد أدرك هذا التحدي الذي سمي بالربيع العربي وحوله إلى فرصة للإصلاح والتطوير والتحديث في العملية السياسية فجرت التعديلات الدستورية الأهم في العام 2011 التي عززت مبدأ الفصل بين السلطات من خلال تنظيم العلاقة المتوازنة بين السلطات الثلاثة وتحصين مجلس النواب من الحل من قبل الحكومة وإيقاف تغول السلطات بعضها على بعض والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم بالشكل الذي ورد في نصوص الدستور خاصة بعد تعديله المتوافق مع المعايير الدولية في ممارسة هذه الحقوق والحريات وإنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة ثم جاءت الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله بعد عقدين من الزمن من الميثاق الوطني ووضعت خارطة الطريق لعملية الإصلاح السياسي في الأردن وحددت دور جميع مكونات الدولة في هذه العملية والمفاهيم الأساسية لتطوير ديمقراطية فاعلة أساسها المواطنة بحيث يؤدي ذلك إلى توسيع إطار مشاركة المجتمع في صنع القرار والوصول إلى حكومات برلمانية تشكل من الأغلبية النيابية سواء أكانت حزبا واحدا أو مجموعة أحزاب وتيارات وكما أوضحت الأوراق النقاشية المتطلبات العملية للوصول إلى الإصلاح السياسي بشكل تدريجي عن طريق توضيح أدوار جميع الجهات المعنية بالعملية السياسية بما في ذلك دور المؤسسة الملكية مؤسسة القصر إضافة إلى وجود أحزاب سياسية وطنية تستطيع أن تمثل المصالح المختلفة في المجتمع ولديها برامج وطنية تعكس رؤى وأفكار المواطنين حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووجود برلمان يكون هدفه خدمة المصلحة الوطنية العليا ويستطيع الموازنة بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة ووجود جهاز حكومي مدني يتمتع بالحياد والمهنية وهذا يتطلب من الحكومة وضع معايير للعمل الحكومي المتميز القائم على الكفاءة والإخلاص وتبني نهج الشفافية والحكم الرشيد وقد أكد جلالة الملك في أوراقه أيضا على دور المواطن الذي يشكل اللبنة الأساسية في بناء النظام الديمقراطي وذلك بانخراطه في الحياة العامة وإسهامه في تطوير نظام حزبي فعال ومشاركته في الانتخابات العامة وأهمية ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع وتطوير دور المؤسسات المجتمع المدني ودعم المبادرات لأجل المساعدة في عملية التمكين الديمقراطي أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة السيدات والسادة الحضور الكرام يعيد اليوم جلالة الملك المفدى التأكيد على ضرورة المضي في تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية وهذه التوجيهات الملكية السامية بخصوص إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية مثل قانون الأحزاب قانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية لهي رسالة واضحة على توافر الإرادة السياسية العليا في تطوير الحياة السياسية في الأردن ليستمر النهج الثابت في هذا المجال منذ تأسيس الدولة الأردنية حتى اليوم أصحاب الدولة أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة السيدات والسادة الحضور الكرام يحق لنا كأردنيين أن نفخر بهذه المسيرة المشرفة لدولتنا العتيدة التي بنيت على أكتاف الآباء والأجداد وبحكمة الهاشميين وعمق بصيرتهم وسيحت بدماء الشهداء الأبرار الذين قضوا دفاعا عن قضايا الأمة في كل المواقع التي خاضوها وهي مسؤوليتنا جميعا أن نصنع مستقبلا زاهرا للأجيال القادمة ليستمر هذا الوطن وتعلوا رايته دوما خفاقة في ثرى المجد والعزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته